مجدي عبدالغفار وزيراً للداخلية اللواء مجدي عبدالغفار من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية ولد عام 1952 تخرج في قلية الشرطة وعمل من تتخرجه في جهاز مباحث أمن الدولة وخرج على المعاش عقب بلوغه سن الستين في مارس عام 2011 وحاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى محمد يوسف وزيراً للتعليم الفني والتدريب ولد في مركز البجور بمحافظة المنوفية في الثامن من مارس عام 1968 حصل على باكالريوس الهندسة قسم مدني من جامعة القاهرة ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة المشروعات من إنجلترا خالد علي نجم وزيراً للاتصالات حاصل على باكالريوس الفيزياء من جامعة عين شمس وماجستير الفيزياء النووية النظرية من جامعة ألبرتا بكندا وزير الزراعة الجديد صلاح الدين هلال حصل على درجة الباكالريوس من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1979 عين رئيساً للبحوث في معهد بحوث المحاصيل عبدالواحد النبوي وزيراً للثقافة تولى الدكتور عبدالواحد النبوي رئاسة الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية في 2010 ثم أصبح مديراً للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وأشرف على إنشاء مبنى دار الوثائق في الفسطات خالد رامي وزيراً للسياحة ولد في 1958 وشغل منصب مديراً لمكتب هيئة التنشيط السياحي في لندن في عهد وزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجي ومنذ ثلاثة أسابيع صدر قراراً لمكتب هيئة التنشيط السياحي في ألمانيا بتعيين رامي مديراً لمكتب الهيئة محب الرافعي وزيراً للتربية والتعليم عمل وزير التربية والتعليم الجديد محب محمود كامل الرافعي أستاذاً للتربية البيئية والعلمية بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس هالا يوسف وزيرة للسكان تخرجت الدكتورة هالا يوسف وزيرة الدولة للسكان في كلية طب قصر العيني وعملت في هيئة التدريس الجامعي حتى حصلت على درجة الدكتوراه في الصحة العامة وكانت شغلت من قبل نائب رئيس الشبكة البحثية الاستحال إنجابية في إفريقيا بالإضافة إلى عضويتها بالوفد المصري في مفاوضات لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة بعام 2014